بملاحك ونتكلم على الأمم المتحدة وبنتكلم على تصدير السلاح أو استيراد السلاح من قبل ليبيا ومجلس الأمن بالأساس مجلس الأمن النهاردة أعلنت وزارة الخارجية أنه مصر بصفاتها ترأس لجنة مكافحة الإرهاب مصر خارجية بتاعتنا طبعاً بمجلس الأمن نجحت في الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماعة على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي خدتوا بالكم الخطاب الإرهابي احنا هنا مش بس بنتكلم على تحالف دولي لمحاربة الإرهاب بالمعنى الحرفي لكلمة الحرب على التنظيمات شن حرب ضروس عليها حتى نأتي عليها حتى بكرة أبيها احنا بنتكلم هنا على خطاب لمحاربة الإرهاب ده اللي بتعمله مصر دلوقتي مصر هي التي تقف فعلاً حاج الصد ورأس حربة في مواجهة الإرهاب للأسف الشديد اللي بيضرب مش بس أجزاء أو بالأسف حتى تلت مدن في محافظة شمال سيناء أو بيضرب دول زي العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن ويهد الدول أخرى يعني احنا لسه شايفين أهو اللي حاصل في السعودية لا ده احنا مش عارف بسكنة خلية موجودة فين ده اللي في الرياض لا ده في القصيم لا ده في الطائف الحق وما إلى ذلك لا لا نتمنى على الإطلاق لأي دولة أي كان حتى نقدنا أو تحفظاتنا أنه تضرب من قبل الإرهاب أو تزعزع أركان هذه الدولة لكن احنا بنتكلم على إرهاب ذهب للأسف الشديد حتى ضرب أوروبا فرنسا بلجيكا إلى آخره طيب ده بيجي الحقيقة في إطار التكليف في الصادر إلى اللجنة من مجلس الأمن فكرة حربنا على الإرهاب والله مصر قدرت تحصل على النهاردة على الإجماع عليه في مسألة خطاب أو إزاي نقدر نخلق خطاب يحارب الإرهاب يقف في وجه الإرهاب بيتكون الإطار الدولي الشامل ده واللي صدر كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من ثلاث عناصر أساسية إيه هي؟ أولا التدابير القانونية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب اتنين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لرسائل الإرهاب ثالثا بلورت خطاب مضاد لرسائل الإرهاب مستشار أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية قال أن الإطار الدولي المشارئي ليه بيؤكد على مطالبة مجلس الأمن من الدول اعتماد تدابير تحضر وتمنع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية يعني أيا كانت الدولة دولة زي تركيا على سبيل المسال أو حتى دولة زي قطر ما ينفعش تبقى هي ملاز آمن لأي شخص مسؤول عن أعمال التحريض يعني ما يبقاش في عندي مزيع بيطلع على قناة تركي يقول إحنا يا أستاذ أكرم باشا أصلنا بحذر زوجات الزباط جيش وشرطة أن أنت جوزك هيتقاتل وأنا بقولك أهو هيتقاتل هيتقاتل ده مزيع طلع على قناة بيقول كده وهتشوفه ده على سبيل المسال أو أنه يبقى دولة زي قطر بتأوي عناصر إرهابية زي واحد زي عاصم عبد الماجد على سبيل المسال أو أن السودان تأوي ناس من تنظيم جماعة الأخوان المصنفة إرهابيا في مصر على سبيل المسال وصدر ضدهم أحكام سيبك حتى من التصنيف صدر أحكام ضد عناصر هاربة موجودة دلوقتي في السودان يعني أمور الحقيقة لا يقبلها أي عقل ولا منطق ولا تقبلها الإنسانية يا جماعة ده اللي بتقوده مصر دلوقتي جوه مجلس الأمن المجلس الأقوى في العالم مصر هي اللي بتقود تحالف دولي حقيقي للحرب على الإرهاب سواء إذا كان على المستوى الأمني أو على المستوى الفكري عرفتوا ليه مصر قائد المنطقة؟